التقارير حسب درجة الشكليات هنا تمثل الشكليات موضوع مهم في التقارير وتشمل أولا التقارير التي يغلب عليها الشكليات التقارير التي يغلب عليها الشكليات هي تلك التقارير الرسمية يطلق عليها التقارير الرسمية تخضع هذه التقارير في الكتابة والعرض لمعايير وأصول معينة كعلى سبيل المثال البحوث بحوث الماجستير بحوث الدكتوراه فهذه التقارير تستخدم أو تستخدم اسلوب معين في الكتابة والعرض وترك المسافات والهوامج نوعية الورق المستخدم إلى آخره طبعا الشكليات تغلب عليها التقارير غير الشكلية أو غير رسمية مدام كانت التقارير الشكلية رسمية إذن الغير شكلية هي غير رسمية غير مع غير غير شكلية إذن غير رسمية هي تلك التقارير المستخدمة في الإدارات المختلفة داخل المنظمة والتي تتناول أرض مشكلة محددة معينة أو توصيل معلومة معينة عن سير العمل أو عن العمل مثل المذكرة نوعية أخرى التقارير حسب الجهة المرسل إليها الجهة اللي بترسلها أنت نحن قلنا الاتصال مرسل ومستقبل من هي الجهة الأخرى الطرف الثاني أو يمكن تقسيمها لإنترنال وإكسترنال داخلية تقارير داخلية إنترنال ريبورتز وهي تلك التقارير التي يتم تدولها داخل المنظمة داخل المستوات الإدارية داخل الهيكل تنظيمي للمنظمة داخل المثلث يعني مثلث المنظمة تقارير داخلية مدام في داخلية أدام في خارجية لإكسترنال هي تلك التقارير التي يتم تداولها أو تداولها داخل المنظمة الواحدة وتتعلق بمنظمات أخرى يعني المنظمة مع منظمات أخرى مع المجتمع مع الجمهور خارج المستوات الإدارية الثلاثة طبعا التقارير حسب الصور حسب الصور يكون هناك صور مساعدة مثلا لو كان هناك مثلا مشروع كبير لبناء مستشفى رسالة الصور تعتبر كتقرير كتقرير طبعا تنقسم إلى التقارير الشفوية طبعا هذه التقارير الشفوية طبعا قد تكون شفوية أو كتابية تقارير غير مكتوبة مثلا شفوية هي غير مكتوبة عادة تلك بصورة شفوية face to face بصفة خاصة في الحالات المستعجلة لما يكون هناك حالات مستعجلة تقارير مكتوبة عكس الشفوية هذه شفوية وهذه مكتوبة written هي التقارير التي تمتاز عن التقارير الشفوية هي عكس التقارير الشفوية تمتاز بالدقة في التعبير وكذلك في طريقة عرض الأفكار والمعلومات هناك تقسيمات أخرى لتقسيم حسب الحجم Size هناك نعرف أن المنظمات منها الكبيرة ومنها الصغيرة منها المتوسط إلى آخر التقارير كبيرة الحجم هنا التقارير هو نفسه كبير الحجم وليست المنظمة تقارير كبيرة الحجم هي تلك التقارير التي تصل عدد صفحاتها إلى أكثر من مثلا 50-60 وقد تتجاوز المئة طبعا مدام تجاوزت هذا العدد من الصفحات إذن هي تحمل معلومات وبيانات وأفكار كثيرة طبعا ويكون الجهود فيها مضاعف يجب أن نبدل فيها جهود كبير لأنها تحتاج إلى تحليل هذه التقارير تحتوي على معلومات تحتاج إلى تحليل لاستخراج واستخلاص النتائج طيب تقارير صغيرة صغيرة الحجم بعكس التي قبلها للمذكرات مذكرة مذكرة هي تقرير مصغر صغيرة الحجم هي تلك المستخدمة أكثر والأكثر شيوع خاصة في المنظمات وهي عبارة عن رسالة بإيجاز يعني تكون موجزة يتم بواسطة تبادل المعلومات والحقائق بين المنظمة الواحدة داخل مستوات الإدارية المختلفة طبعا تمتاز هذه المذكرات بالدقة في التعبير وعرض الأفكار والتسلسل في الأفكار والمعلومات وزاد أهميتها نتيجة لزيادة ضغط العمل الشديد في المنظمات وكذلك افتكار التقارير الشفائية إلى الدقة والشمولية اشتركوا في القناة